جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير فوتين يوم غدا محكمة السيناف عمان تقرر إعادة فرز الأصوات في صناديق الاقتراع للدائرة الرابعة بعمان وخمسة صناديق في فقوع بالكرك ودفاع المدني يؤكد أنه لا رسومة على خدمة سيارات الإسعاف للمواطنين وأن القرار للمستشفيات الحكومية فقط إلى السابع والنصف أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رؤيا أهلا بكم يقوم جلالة الملك عبدالله الثاني يوم غدا بزيارة عمل رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير فوتين وتركز الزيارة على تبادل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وخلال الزيارة سيتم التباحث في الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات على الساحة السورية وعدد من القضايا التي تهم البلدين بدأ رئيس الديوان الملكي الدكتور فايزة طرونة اليوم مشاوراته في قصر بسمان العامر مع الكتل النيابية بهدف التوصل إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء القادم والتقطرونة بداية مع كتلة وطن التي تضم في عضويتها 27 نائبا رئيس الكتلة عاطفة طرونة يكد أن الاجتماع لم يتم فيه طرح أسماء من قبل أعضاء الكتلة وإنما تم طرح أفكار ورؤى وتصورات ومواصفات حول هوية رئيس الوزراء المقبل أبرزها أن لا يكون الرئيس المقبل من رؤساء الوزراء السابقين وأن يكون له رؤية إصلاحية حول المرحلة المقبلة كما التقطرون بأعضاء كتلة التجمع الديمقراطي والتي تضم في عضويتها 24 نائبا واستمع رئيس الديوان الملكي إلى وجهة نظر النواب المستقلين حول طبيعة المرحلة المقبلة والحكومة القادرة على تحمل المسئولية خلالها مؤكدا بأنه سينقل أفكار النواب والكتل بكل أمانة وحيادية إلى جلالة الملك وتتابعون الليلة في برنامج نبض البلد حلقة بعنوان بدء المشاورات وضيوف الحلقة أعضاء مجلس النواب يوسف الجرني بسام المناصير وعلي الخليلي خطبت محكمة استئناف عمان الهيئة المستقلة للانتخاب لتقوم بإرسال صندوق الاقتراع للدائرة الرابعة في عمان لإعادة فرز الأصوات الخاصة بها وبناء على هذا القرار يتوجب على الهيئة إرسال 215 صندوقا إلى المحكمة لإعادة فرز أصواتها يوم الخميس المقبل وكان المرشح عن الدائرة الرابعة فارس القطرنة تقدم بطعن في صحة فوز عدد من نواب الدائرة وهم أحمد همسات، خير الله أبو سعيليك، وعساف الشوبكي وقررت المحكمة أيضا في جلسة ترأسها القاضي عاكف بشرات إعادة الفرز في خمسة من صندوق دائرة فقوع بمحافظة الكرك بناء على طلب المستدعي حسام اللصاصمي في صحة فوز النائب نايف الليمون أكد العقيد فريد الشرع مدير وحدة الإعلام والتطقيف الوقائي في مديرية الدفاع المدني في اتصال هاتفيا مع رؤية أكد أن قرر فرض رسوم على استخدام سيارات الإسعاف الذي أصدره مجلس الوزراء لا يشمل خدمات الدفاع المدني المقدمة للمواطنين والتي ستبقى مجانية وكان المجلس قرر فرض أجور على خدمة نقل المرضى الأردنيين غير المؤمنين صحيا والمرضى غير الأردنيين بسيارات الإسعاف التابعة للمستشفيات الحكومية وقسم القرار أجور سيارات الإسعاف حسب المسافة المقطوعة إضافة إلى تحديد أجور للطبيب والممرض المرافق للمريض كشف تقرير صادر عن المرصد العمالي الأردني أعلن عنه اليوم عن تسجيل تسعمائة واحتجاج واحد عام 2012 بزيادة قدرها ثمانية في المئة مقارنة مع عدد الاحتجاجات التي نفذها عمال الأردن في عام 2011 التي بلغت أنذاك ثمانية مائة وتسعة وعشرين احتجاجا وبين التقرير أن عدد المشاركين في ثلاثمائة وتسعة وثلاثين احتجاجا عماليا بلغ مائتين وثمانية وثمانين ألف عامل وعاملة عازيا ارتفاع نسبة الاحتجاجات إلى انقفاض الأجور والرواتب التي دفعت دفعت العاملين لتنفيذ احتجاجاتهم في جميع محافظات المملكة وأوصى التقرير بضرورة عادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين العام والخاص والحد الأدنى للأجور وتوسيع مضلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين في الأردن فضلا عن توفير ظروف عمل لائقة لجميع العاملين الملفت في هذا التقرير أنه هناك في زيادة بمقدار ثمانية بالمية عن حجم عدد الاحتجاجات التي تم تنفيذها في عام 2011 غالبية هذه الاحتجاجات كانت تركز على المطالبة بالزيادة للأجور والعلاوات وهذا مبرر لأنه غالبية الأجور في الأردن منخفضة وهي بحاجة لأعادة النظر والحد الأدنى لها أيضا بحاجة لأعادة النظر كان ملفت للنظر أنه في الغالبي جزء كبير ما يقارب نصف الاحتجاجات العملية تم تنفيذها في القطاع العام وهذا يمكن أن يؤشر إلى تراجع مستويات التوظيف وظروف العمل في القطاع العام من أهم النتائج التي تلعب فيها تقرير المرسد العمال للأردني لعام 2012 عن الاحتجاجات العملية تطبيق معايير العمل الدولية على جميع العاملين بأجر بالأردن بالإضافة لإعادة النظر بالمادة 31 من قانون العمل واللي بتنص على إعادة الهيكلة وهذه المادة بتساهم بفصل العاملين بالأردن يجب شمول كافة العاملين بالأردن بمظلة الضمان الاجتماعي بالإضافة لإعادة النظر بالفصل 12 من قانون العمل واللي بنظم موضوع حرية التنظيم النقابي ترجمة نانسي قنقر احتجاجا على استمرار اعتقال الأردني حسام اسماضي في السجون الأمريكية اعتصمت مجموعة من النشطاء والذو اسماضي أمام السفارة الأمريكية في عمان للمطالبة بالإفراج عنه ووجهت النقابات المهنية رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله أنسور طلبته بالتدخل السريع والفوري لمساعدة ذوي اسماضي وتمكينهم من استئناف الحكم الصادر بحقه ويعادة محاكمته ومتابعة ظروف اعتقاله وحالته الصحية عن طريق السفارة الأردنية في الولايات المتحدة دو المعتقل قالوا أن الاعتصام جاء بعد أن أعلن اسماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام نتيجة الاستفزازات التي تعرض لها داخل السجن حيث يعاني حاليا من وضع صحي مترد بسبب اضرابه وكانت المحكمة الفيدرالية الأمريكية قررت حبصص ماضي 24 عاما بعد إدانته بتهمة محاولة تفجير ناطحة سحاب في مدينة دالس باستخدام أسلحة دمار شامل مطالب ابني من داخل السجن تتمثل بمطلبين هي إعادة محاكمة ومحاكمة عادلة وشغلة ثانية تحسين معاملته والسجناء المسلمين الموجودين داخل السجون الأمريكية بالنسبة لاتصالاتنا مع الجهات الرسمية الأردنية حقيقة أنا صباح يوم السبت قمت بإرسال برقية لمقام سيدنا حضرة صاحب الجلال الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم أدامه الله حيث عني ناشدت جلالة سيدنا بمكرمة هاشمية للسماح لي بشرف مقابلته من أجل وضع جلالته بصورة تفاصيل قضية ابن حسام من أولها لآخرها جئنا لناشد الخيرين في الولايات المتحدة الأمريكية ولناشد الدوال الملكي وصاحب الجلالة الهاشمية بالتدخل من أجل عادة محاكمة ابننا حسام الذي بدأ بالإضراب عن الطعام منذ أكثر من 25 يوما من أجل إيصال صوته إلى الخيرين في الولايات المتحدة الأمريكية وهو لا زال مضرب عن الطعام بسبب أنه حصل على حكم قضاء من المحكمة الأمريكية بإقامة الصلاة جماعة لجميع المعتقلين المسلمين في السجن الموجود في ابن عمنا حسام مجموعة من طلاب الثانوية العامة اعتصموا مع ذويهم أمام وزارة التربية والتعليم صباح اليوم احتجاجا على نتائجهم التي أعلن عنها خلال الدورة الشتوية الحالية الطلاب المحتجون نقلوا اعتصامهم إلى مجلس النواب معبرين عن احتجاجهم على مقال إنها أخطاء وقعت أثناء تصحيح الأوراق وأثناء استخراج النتائج وطلب المحتجون وذوهم وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراقهم مرة أخرى إذن نتابع وننتقل الآن إلى شأن الفلسطين مباشرة حيث صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار وفي اتصال مع قناة رؤية أن الاعتقالات الإسرائيلية بحق الأسرى المحررين مؤخرا في الضفة الغربية هي إجراءات سياسية تخالف نصوص اتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمت ضمن صفقة شاليط وبرعاية مصرية وقال الزهار حكومة غزة خاطبت الجانبين المصري والألماني بضرورة تدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق تبادل الأسرى مضيفا أن وفدا مصريا سيزور غزة خلال الأيام المقبلة من أجل بحث عدة ملفات من أبرزها عفوا ملف الأسرى ورفع الحصار وذلك تطبيقا للاتفاقية المبرمة بين حماسة وإسرائيل برعاية مصرية ودع الزهار الاحتلال للتراجع عن الاعتقالات التي طالت أيضا عددا من قيادات ونواب حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني مؤكدا أن الاحتلال سيندم على اتخاذ مثل هذا القرار في حال إصراره عليه يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أعاد اعتقال 14 أسيرا محررا بموجب القانون 186 الذي يتيح للاحتلال تشكيل لجنة عسكرية برئاسة ضابط يمكنها إصدار قرارات بإعادة اعتقال من أطلق سراحه بتير قرية فلسطينية تعاقبت عليها حضارات قديمة تركت أثارها في نظام القرية المائي والزراعي وفي حجارة مبانيها لتجعل منها شاهدا على الخروقات الإسرائيلية السعية إلى السيطرة على أراضيها ما دفع مجلسها القروي إلى اللجوء إلى اليونسكو لوضعها على لائحة التراث العالمية هنا على جبلين يعانقان واديا أخضر تقع قرية بتير إلى الغرب من بيت لحم تبهرك إطلالتها الطبيعية الخلابة ومصاطبها الزراعية الخضراء الرومانية الأصل ومياه ينابيعها السبعة ونظامها المائي الفريد القرية تزدحم بالمواقع الأثرية فهنا بقايا قلعة كنعانية ومقامات إسلامية وهناك حمام استخدمه الرومان وبالقرب منه بركة تتجمع فيها المياه لتتوزع عبر قنوات تقليدية إلى الأراضي الزراعية نهاية طريقة قديمة إحنا ورسلها جدودنا وجدودنا ورسلتها عن قبلهم هذا يمثل الحفاظ على التراث الثقافي سكة حديد القدسيافة التي بناها الإنجليز إبان الانتداب لا تزال حتى اليوم تمر من أراضي باتير حيث تخضع القرية لاتفاقية رودوس التي وقعت بين الأردن وإسرائيل عام 1949 وتقضي بمرور القطار منها مقابل احتفاظ أهلها بأراضيها ولكن إسرائيل خرقت هذه الاتفاقية بمخططاتها لبناء الجدار العازل الجدار سوف يدمر كل هذه المظاهر الثقافية الموجودة من المساطب التاريخية المدرجات التي ترونها أمامكم بالإضافة إلى النظام المائي التهديدات الإسرائيلية للمشهد الطبيعي الثقافي في قرية باتير من خلال أعلان سلطات الاحتلال عن نيتها بناء جدار فاصل سيؤدي إلى تدمير المشهد الثقافي هناك دفع الجهة المسؤولة إلى الإسراع في تقديم ملف موقع مدرجات باتير الذي سيقدم اليوم لمنظمة اليونسكو كإجراء عاجل لإدراجها على لائحة مواقع التراث العالمي خطوة ذات أهمية بارغة تأتي تكريسا لحق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على تراثه الثقافي الإنساني بشكل عام الطبيعة الخلابة التي تتميز بها قرية باتير ونظام الرأي الذي بني منذ آلاف السنين ولا يوجد له مثيل في العالم شاهد فلسطيني تاريخي وحضاري يستعد لإدراجه كمعلم آثري تراثي على قائمة اليونسكو في خطوة لحفظ هذا التراث من أطماع الاحتلال من قرية باتير غرب بيت لحم نبل فرسخ قناة رؤية وزعت جمعية مجلس الكنائس للشرق الأدنى لإغاثة اللاجئين نحو ألف من الطرود الصحية والغذائية وأدوات منزلية وطرود ملابس الأطفال والرضع على الأسر السورية اللاجئة في لوائر صيفة جاء ذلك خلال افتتاح مشروع إعانة اللاجئين السوريين للعام 2013 برعاية رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط بطريارك الروم الأرثوذكس في القدس وسائر فلسطين كيريوس ثيوفيلوس الثالث في قاعة المكتبة العامة لبلدية الصيفة وأقل رئيس البلدية المهندس عيسى الجعافرة إن البلدية على استعداد للتعاون ومساندة كافة أنشطة الجمعية فيما تقدمه من خدمات إنسانية للاجئين لافتني لأن عدد الأسر التي استفادت من هذه الطرود وصلت إلى ثلاثمائة وخمسين أسرع العملية التنظيم كلها بدأت من خلال لدينا فريق ميداني استطعنا أن نكون فريق من أربعين شخص عشرين شخص من الأخوة اللاجئين السوريين وعشرين شخص من الأخوة الأردنيين قمنا بعملية تدريب لذول الأربعين واحد كيف يتعاملون مع الناس أعطناهم درس في التعامل مع السايكولوجية ونفسية اللاجئ كمان أعطناهم حصة كاملة عن مدونة السلوك أهمية التعامل بأخلاقية عالية بموضوع التعامل بتوزيع المؤمنة الغذائية إنه كيف الإنسان الموزع مش لازم يأخذ إشي لإله هي مجموعة من مدونات السلوك علما بأن الأردن الآن حوى تقريبا بحدود 364 ألف لاجئ لهذا اليوم بالأمس فقط 3200 لاجئ فأجت الفكرة أنه مجموعة من الكنائس تنضم تحت منتدى سموه منتدى الكنائس معا لخدمة اللاجئين السوريين يضم عشر كنائس مختلفة ويخدم اللاجئين السوريين في كل من سوريا ولبنان والأردن سوريا صرح مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم بأن الاتحاد لن يرفع الحظر المفروض من قبله على توريد سلاحه إلى سوريا مشيرا إلى أن الدول الاتحاد لم تتوصل بعد إلى اتفاق بخصوص إلغاء العقوبات المفروضة وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هاك إنه من الضروري إجراء تعديلات على نظام الحظر الحالي تسمح بتقديم مساعدة أكبر للمعارضة السورية مضيفا أنه من الضروري أن لا تصل هذه الأسلحة إلى أيدي المتطرفين يأتي هذا بينما تسعى بعض الدول في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بريطانيا إلى رفع الحظر عن توريد الأسلحة للحصول على إمكانية إمداد المقاتلين بها وعلى صعيد المتصل أعلنت عضوة لجنة التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة حول أعمال العنف في سوريا كارلا دل بونتي اليوم أن الوقت حان لكي يتدخل القضاء الدولي دعية المحكمة الجنائية الدولية إلى البدء في تحقيق حول جرائم حرب ارتكبت في سوريا وعلى الأرض اندلعت اجتباكات عنيفة اليوم بين الجيشين السوري والحر على المدخل الشمالي لبلدة قلعة الحصن في ريف حمص كما تعرضت مدينة الباب بريف حلب خلال الليل لقصف مدفعي وفق ما أفادت لجان التنسيق المحلية وتواصل قصف قوات الجيش السوري بالمدفعية لبلدة بيرود في ريف العاصمة فيما تتواصل الاشتباكات في حي القدم وشارع الثلاثين بدمشق مترافقة مع قصف بالمدفعية والهاون والدبابات وقال ناشطون أن اشتباكات وقعت في محيط محطة رئيسية للحفلات وسط دمشق من ناحية ثانية وصلت وحدات من الجيش السوري تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ضد تجمعات من دعتهم بالإرهابيين في ريف حمص ودمرت عددا من ألياتهم بحسب وكالة الأنباء السورية سانا وعود إلى شأن المحلي حيث قامت عدد منظمات غير حكومية في محافظة معان باستحداث مشروع يهدف إلى إحياء المدينة القديمة في المحافظة مشروع الإحياء ضم المساحة الواقعة من بساتين معاني الحجازية إلى مبنى البلدية الأول بهدف جعلها مزارا سياحيا مدرجا ضمن قائمة السياحة المحلية لدى وزارة السياحة والأثار المشروع تضمن زرع أشجار جديدة وإعادة الاهتمام بالأشجار القديمة المعمرة في المنطقة بالإضافة إلى كتابة معلومات عن تاريخ المنطقة والحضارات التي تعاقبت عليها على ألواح من الخشب تم تثبيتها بأرضية المكان سوق معانا القديم معلم أثري يحمل عبق الذكريات في كل زوية من زوايا لكن الزحف المتمثل بالمحلات الحرفية أفقده رونقا طالما تباه به كاميرا رؤية تجولت في سوق معانا القديم ورصدت لنا التقرير التالي سوق معانا القديم الذي يمتاز ببنائه وبواباته التراثية العتيقة حيث لا يستطيع المتسوق فيه إنكار الماضي العتيد لهذا السوق لما يحمله من زخم تاريخي تحول من متحف تاريخي يضم أثارا من ذكريات الماضي البعيد زاد عمره عن المائتي عام قبل نشأة إمارة شرق الأردن إلى منطقة أشبه ما تكون بمنطقة حرافية تنتشر فيه محل الحدادة والزجاج بشكل لا يليقه بتاريخ مفعم بعبق الماضي هذا المكان الذي كان شاهدا على أحداث كثيرة كان أهمها سيل البلاء الذي داهم معان عام 1966 من القرن المنصر بجانب هذا السوق تقع سرايا العثمانية التي بنيت عام 1552 في عهد السلطان سليمان القانوني بالإضافة إلى أنه يحوي أول مبنى لبلدية معان والتي أنشأت عام 1898 بما أضاف لهذا السوق قيمة تاريخية إضافية رصف سوق معاني القديم بالحجارة المحلية حلم ولد ميتا بعد مرور وقت طويل على وعد من وزارة السياحة والتخطيط وذلك ضمن مشروع التطوير السياحي إذ لا بد من إدراج هذا السوق الذي يعد الأقدم على مستوى المملكة على خريطة السياحة المحلية والحفاظ على موجدات السوق التراثية وحمايتها من الاندثار فالسؤال يبقى هنا من يتحمل المسؤولية إزاء كل هذا التقصير والخلل بحق هذا التراث الذي قل مثله هل المسؤول هنا وزارة السياحة أم بلدية معان ماء سحري قد يعيد للأعمى بصره وللمشلول قامته تفاصيل بئر ماء سحري في موريتانيا في أخبار العالم تشارك البحرية البريطانية في معرض الدفاع الدولي آيدكس في أبوظبي حيث تعرض معداتها الدفاعية وسفونها الحربية ومن هذه السفن سفينة مضادة للألغام تجوب حالياً مياها الخليج تستخدم في حماية طرق التجارة وفي إزالة الألغام الموجودة في البحار منذ الحروب القديمة شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن احتشاد عشرات الآلاف من الأمريكيين الذين خرجوا في مسيرات تطالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما باتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري حيث طالب المحتجون الرئيس الأمريكي بأن ينفذ الوعود التي قطعها على نفسه بدعم الإجراءات التي تؤدي إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم انتشرت في نواكشوت مؤخراً ظاهرة ارتياد بئر يزعم البعض أن مياهه قادرة على شفاء الأمراض الجلدية والعمى وقد تعيد للمشلول قدرته على السير كونها مياه سحرية لكن السلطات الصحية أثبتت أن مياه البئر ملوثة وقد تؤدي إلى انتشار الأمراض فأغلقتها في وجه مرتاديها حفل زواج جماعي كبير وفريد من نوعه في كوريا الجنوبية جمع بين ألف عريس وعروس عقدوا قيرانهم في يوم واحد بحضور 3500 شاب وشابة وذلك تحت رعاية كنيسة التوحيد في مدينة جابيونج شمال شرق العاصمة سيول ولرؤية أخبار قدمتها لكم كالعادة ولكن لأخباركم أنتم زاوية يومية نهتم بسمعها وزارة الصحة بدأت تحط رسوم على نقل المريض من مستشفى لمستشفى على حسابه الخاص في الأمبلانس من تقريبا من 10 دوليونير توصلت 350 دينار حسب المسافة سمعنا مبارح أنه سيارات ارتفعت 500 دينار جمارك نعرش صحيح مش صحيح الدكتور عبدالله نصور عنده أربع خيارات لاختيار رئيس وزراء جديد مكانه مشاورات السيد فايز التراوني مع الكتل النيابية حتى يختاروا رئيس حكومي الشركة اكتشفت زي جهاز آلة تحط عليها اللي هو شاية أو أي شي سخون تشحر عن طريقها التلفون منها بتوفر الكهربا منها بتوفر أشياء كثيرة آخر خبر اسمعته لما عمق كورا أنه سيرجو راموس العبر المدريد انطرد خلال 44 ثانية أنه ارتفع سعار سيارات الكوري وصار لأنه بطل يجبوها من الحر غير صدروا من 2008 وفوق فالكوري صار لفانت اللي حقها خمس صارت 7 تسوى آخر خبر قالوا أنهم بدهم ينزلوا الدعم الدفعة الثانية اللي هو بآخر شهر اثنين تقريبا أو أول شهر ثلاثة في واحد في الياسمين مطقة الياسمين كان يرجع ريفيرس مش منتبه فادعس الولاد ونقلوا على المستشفى آخر خبر أنه الوحدات تعادل معناه الرمثة واحد واحد كنا نتمنى أنه يفوز يستمر في الدور وفيما يلي إحصائية الحوادث لليومين الماضيين كما وردتنا من إدارة السير المركزية إذا نلاحظ نتحدث عن يوم السبت وأيضا يوم الأحد عدد الحوادث بداية يوم السبت كان 317 حادث يوم الأحد ارتفع العدد من 317 ووصل إلى 328 بالانتقال من عدد الحوادث مباشرة إلى عدد الإصابات يوم السبت كان في 21 إصابة يوم الأحد كان هناك 27 إصابة أيضا نتحدث عن ارتفاع في عدد الإصابات إذا ننتقل مباشرة من عدد الإصابات إلى عدد الوفيات نلاحظ بأن يوم السبت كان فيه 3 وفيات والحمد لله يوم الأحد لم يكن هناك أي حالة وفاة دائما نتمنى أن تتخذوا بنصائح إدارة السير المركزية ونشد على أيديهم باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وبالسلام للجميع إن شاء الله سوف ننتقل الآن مباشرة إلى آخر ما تدولته مواقع التواصل الاجتماعي نتحدث عن الفيسبوك تويتر صفحة رؤية أطلقت عدة ناشطات في مجال حقوق المرأة ائتلاف جنسية حق لعائلتي الهادف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في قانون الجنسي الأردني وبموجبه يطالب أعضاء الائتلاف الحكومة بمنح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين هذه المطالبات تشهد على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة وجهتين نظر متباينتين الأولى مع والثانية ضد تماماً لاعتبارات برأيهم تتعلق بالتوطين الدكتور سامي الحراني أحد المؤيدين لمنح المرأة الأردنية جنسيتها لأولادها غرد على تويتر قائلاً لا يستطيع ابن الأردنية الحصول على تصريح عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة في الجامعات الأردنية كأردني وأضف قائلاً على خطباء المساجد وشيوخ العشائر والمخاتير الانتباه لهذه القضية يذكر أن إطلاق الائتلاف حضره عدد كبير من المهتمين والقانونيين ومنهم أيضاً المحامية إيفا أبو حلاوة والإعلامية عروب صباح اللواتي قدمنا أوراقاً بحثية في الفعالية بدوره المهندس أدهم لعتوم عارض من خلال العديد من التغريدات له منح الجنسية الأردنية لأولاد الأردنية المتزوجة من أجنبي لقوله أنا لا أتفق بتاتاً مع مسألة منح الجنسية الأردنية للمتزوجات من غير الأردني مهما كانت جنسيته إلى الفيسبوك وتحديداً صفحة رؤية الإخبارية والتي نشرت خبراً مفاده بأن الحكومة تستوفي أجوراً على نقل المرضى غير المؤمنين صحياً بسيارات الإسعاف حسب المسافات المقطوعة هذا الخبر حصد تعليقات كثيرة جداً أجمع أصحابها على أن قرارات الحكومة لم تعد تطاق مثلاً مثن غرايبين نشر صورة للقرار الحكومي وكتب الحكومة كل ما هدينا تعطينا أسباب لن نزل على الشارع احتجاجاً على قرار صدر مؤخراً من وزارة التربية وزارة التعليم العالي الأردنية يتعلق بتخصيص سنة تحضرية للطلب الراغبين بدراسة التخصصات الطبية مما يعني ارتفاع أسعار الرسوم الدراسية قررت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة دبحتونا عقد مؤتمر صحفي السبت المقبل للإعلان عن الخطوات التصعادية لمواجهة خصخصة الكليات الطبية الدكتور فخر دعاس وهو منصق الحملة كتب في حسابه الخاص على تويتر قائلاً لا لبرجوازية التعليم الجامعات للفقراء أيضاً يذكر أن هذا المؤتمر سيتم تنظيمه بالتعاون مع النقبات الطبية الثلاث الأطباء أطباء الأسنان والصيادلة في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين جلالة الملك عبد الله الثاني يغادر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غداً محكمة السئنة في عمان تقرر إعادة فرز الأصوات في صناديق الاقتراع لدائرة الرابعة عمان وخمسة صناديق في فجوع بالكراك ودفاع المدني يؤكد أنه لا رسوم على خدمة سيارات الإسعاف للمواطنين وأن القرارة للمستشفيات الحكومية فقط نشكر لكم طيبة المتابعة تصبحون على خير اشتركوا في القناة